أكيد في الأسباع اللي جاية الأوليالة أكيد هينضم طبعا هالند والمانشتي مؤكد مليون في المية لكن كمان على مستوى شفنا على سبيل المثال ساديوماني يعني ساديوماني هو الأكثر مبيعا بالنسبة للبايرن حمد صلاح مازال لغاية دلوقتي أكثر مبيعا لفريق ليفر بول طيب هل المنافسة لسا عندنا مغرادة تانية لكن خلاص تعتبر ليفر بول خارج السباق المنافسة السنة دي كان السنتين اللي فاته والمنافسة ما بينه وما بين المان سيتي هل ليفر بول خسر خلاص الطريق للمنافسة مع الستي ولا لسا فيه طيب جوالات كثيرة جدا في البريمير ليج يعني ممكن يرجع فيها مرة تانية شوف يا كابتن أنا هنا عايز أفرق ما بين حاجتين ما بين مدى قدرة ليفر بول على التنافس على لقب البريمير ليج من جهة ومن جهة تانية هل ده معناه أن ليفر بول كلوب خلاص انتهى مبدئيا عايز أقول أن فيما يتعلق بالتنافس على لقب البريمير ليج الأمر صعب جدا صعب جدا لأن العودة أو عودة ليفر بول لن تكون سريعة هتستغرق وقت طويل ومش تكون سهلة بس لسا فيه فيه لسا أسابيع احنا لسا في الفور صحيح بس على ما تتعافى وتستعيد وتقدر تقف هيكون الناس التانية عدت لأن فيه ريتم عالي قوي قوي عند جورديولا وبالناحية التانية مع رتيتا في أرسنال فهيكون الفارق كبير والفارق الكبير الفارق الصغير بس مش الكبير صعب تعوضه مع جورديولا لأنه بيعودك في ريتم صعب تلاحقه فلو الفارق وسأ فالنوضوه سيبقى صعب جدا إنما هل ليفرب بول مع كلوب بيمتيه أو بيقع خلاص لا هو قادر يرجع وهيختم الموسم بشكل كويس هيختم الموسم بشكل كويس لما المشكلة الزهنية يتخلص منها لما تعود حالة الثقة عند اللاعبين لما تتشال من عليه الضغوط الحصلة دلوقتي طيب أنت بتتكلم على مش المشاكل جوه الفرقة بتتكلم على مشاكل على المستوى الثقة على مستوى الحالة الزهنية على مستوى الصفقات لا تعتقدش أنه لازم وإلزام أنه خلال المركات الشتوي أن ليفرب بول يدعم وخاصة يدعم خط النصب بأفراد على مستوى عالي تعمل البلانس الاتزانية ويمكن ده اللي خلاني قلت أن ليفرب بول قادر يرجع ويختم الموسم بشكل كويس لكن هيكون الموضوع في البريمير ليج انتهى ماينفعش ليفرب بول تحت أي ظرف من الظروف أنه يستكمل هذا الموسم بدون مركاته شتوي قوي صحيح الأمور بتبقى صعبة في أوروبا في انتقالات يناير لكن على الأقل على الأقل أنت محتاج تدعيم قوي جدا جدا في وسط الملعب المكان الذي فيه الفراغ الكبير أو المكان الذي فيه الأزمة الكبير لكن زي ما بقول وارجع وأقول تاني أن ليفرب بول محتاج يستعيد حالة الصفقة محتاج يستعيد حالة الإيمان أن كل لعب يبقى عنده إيمان بأنه قادر يرجع تاني وأن الفرق قادرة ترجع تاني وده هيحصل في مرحلة ما لما تبدأ الضغوط من عليهم تقل لما يبدأ الناس يتعامل مع ليفرب بول أنه خلاص فريق منهار الضغوط دي لما تتشال هيفاجأك بتحول في المسار هو محتاج يكسب عدد مواجهات متتالية محتاج مواجهة كبيرة مثلا زي أرسنل لو قدر يستعيد نفسه فيها ويكسبها ثم مانشستر سيتي هنا يقدر يعمل التحول اللي عمله تينهاج أمام أرسنل لم يدر يفاجأ الناس بالفوز على أرسنل وعلى ليفرب بول وده أعاد الثقة النقلة دي بمجرد ما تحصل مع أورجن كلوب أنا هنشوف الفريق هيرجع بشكل تصعودي وليفرب بول إذا يقدر ينجح في ده هيظل واحد من المرشحين خاصة على الدورة